شهدت سماء البحرين ودول العالم الليلة ظاهرة فلكية نادرة تسمى القمر العملاق حيث كان بالإمكان رؤية القمر كاملا أكبر من حجمه الطبيعي بسبب اقتراب القمر من الأرض هذا الحدث النادر بتمح الاهتمام العديد من الفلكيين لدراسة ظواهر الكون الخارقة بالإضافة إلى المهتمين بتصوير هذه الظاهرة ومشاهدتها كاميرا مركز الأخبار تابعت هذا الحدث في البحرين وأعدت التقرير التالي نهار قد يبدو كأي نهار آخر ولكن ما أن يسدل الليل سدولة تبدأ ظاهرة فلكية نادرة ما جعل المصورين والفلكيين والمهتمين برؤية روائع الكون والسماء الخروج لرؤية هذا الحدث المميز الذي ينتظره العالم أجمع ظاهرة القمر الكبير أو القمر الخارق تحدث عندما يظهر القمر في كبد السماء في غير حجمه الطبيعي فيظهر بحجم أكبر بنسبة 14% وأكثر بريقا بنسبة 30% وهي ظاهرة نادرة الحدوث في العالم إذ حصرت لآخر مرة قبل 68 عاما هذا الحدث المميز دفع بعلماء الفيزياء والفلك وهوات متابعة الظواهر الفلكية للخروج من مختبرتهم لمشاهدة القمر بشكل أقرب وواقعي عبر المراصد الفضائية أو التلسكوب طبعا هذه ظاهرة جميلة وسببها ببساطة أن مدار القمر حول الأرض ليس مستدير بيضاوي فأحيانا عندما يكون بدرا يكون في أقرب نقطة للأرض والتي تسمى نقطة الحضيد فيظهر أكبر لماذا يهتم الفلكيون أو علماء فيزياء الفلك بهذا الموضوع فيه لا شك شق منه وشق فضول علمي كفلكي أريد أن أفهم هذا الكون أريد أن أفهم كيف تسير الكواكب وفقا لنسق معين وقوانين معينة ففي جانب الفضول في جانب آخر قد يكون جانب العملي مثلا عندما نعرف متى يحدث البدر يعني هذا سيؤثر على المدوى الجزر ويؤثر على الملاحة فهناك جانب أيضا عملي قد نستفيد منه من جهة أخرى تحضر المصورون الباحثون عن لقطات مميزة في إحدى ساحات المنامة الجميلة وبالذات في هذه الليلة حيث القمر يظهر بحلة رائعة لرؤيته مع البنايات الشهيقة التي تناطح زحب البحرين طبعا سونا الإعلان في أكاديمية البحرين للتصوير عن التجمع اليوم واختنا المكان لبحرين بي أنه يكون مكان شوء مفتوح وما في زحمة حيث يكون تصوير جميعا ولقينا ما شاء الله تجاوب من الأعضاء والكل تقريبا حضر وتوزعنا على كذا مكان وكذا نقطة بعضهم كان عند المرفع بعضهم عند بحرين بي بعضهم عند جسر المحرق وحمد الله إن شاء الله تكون نتويج بعدين من فترة ما تتعدى السنة كانت أول تجربة لي في تصوير ذراع المجرة فمن بعدها تقدر تقول صادني إدمان حق هذا الشيء فالواحد يعني يتعلم هالشيء أنه ما يحصر تفكيره ومجال ذراكه بس على الأرض فلازم يستوعب الأشياء اللي حولها كلها في السماء في الكواكب في كل شيء يعني حتى لشارة ما ديرت جوفة لازم أن تبحث عنها وتعرف أنت يعني الكون اللي عايش فيه شنو فيه من يعني من إبداع الخالق هنا في ساعات الليل الأولى ظهر القمر من خلف الأفق بلونه المائل للحمرى بحجم ضخم وبحسب وكات الفضاء وضيران الأمريكية ناسا فإن القمر يصل إلى أقرب نقطة له من الأرض بمسافة تقدر بنحو 357 ألف كيلومتر نحن والقمر جيران بيته خلف تلال بيطلع من قبال يسمع الألحى نحن والقمر جيران قالتها مجازاً السيدة الكبيرة فيروز في أحد أغانيها لكن في هذه الليلة قد نكون فعلاً جيراناً فالمسافة بيننا وبين القمر قرب البعيد ليحتل منزلة الجيرة والقرابة الليلة نرى القمر في غير عادته فهو في حلة أبهى من باقي الليالي هي فرصة لنرى عظم الخالق وهي فرصة للمصورين لنرى ما تتقطه كاميراتهم أحمد لبلوشي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين وحول هذه الظاهرة أيضاً كان معنا على الهواء مباشرة في نشرة أخبارية سابقة الدكتور وهي بن ناصر أستاذ الفيزياء بجامعة البحرين ورئيس الجمعية الفلكية البحرينية ليحدثنا أكثر عن هذه الظاهرة النادرة حقيقة هو لأن مقترب من الأرض وهذا الحدث يعني ما راح يكون هذا الاقتراب إلا في 25 نوفمبر 2034 فاهتموا في العالم طبعاً بيكون أقرب من ذلك في عوام أخرى ولكن هذا الاقتراب من الأرض جعل إضاءته أكثر بـ 15% مقارنة لما يكون قمر قزم ترى الشماء البحرين والعالم شاهدوا ما يسمى القمر القزم لما يكون القمر بدر ويكون بعيد عن الأرض يسمى القمر القزم وهذا حدث في أبريل وحدث في مارس من هذا العام وأما القمر العملاق فعندي هذا اليوم الـ 14 نوفمبر وراح يكون عقب شهر كذلك قمر عملاق لأنه بيكون قريب من الأرض ويكون بدر تمام ولكن هذا الاقتراب جداً جداً قريب واستثنائي حيث لا يستثنائي